سؤال الرابع هل تجد الصدقة على طلبة العلم على طالب العلم إذا كان ملتحقا بكلية خاصة ذات مصرفات عالية لعدم قدرته على دخول الكليات الحكومية بسبب مجموعة الثانوية العامة هل يعتبر صدقة جارية ابتداء النقول لا شك أن قضاء مصالح الناس وأن يعانتهم على تدبير أمور حياتهم من القروات الجليلة التي يرجى خيرها في الدنيا والآخرة سواء في هذا العمل أم في غيره والإنفاق على طالب العلم المنقطع له من هذا القبيل إذا كان العلم الذي يطلبه مما يحقق فرضا من فروض الكفاية للأمة دينيا كان العلم أو دنيويا تفق أهل العلم على أن الزكاة تصرف لطالب العلم الفقير لأن الفقراء أهم مصارف الزكاة بل قال بعض أهل العلم يعطى طالب العلم إذا تفرغ لطلب العلم وإن كان قادرا على الكذب رغم أن الأصل لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوية لا حق فيها لقوي قادر على الكذب لكن إذا كان طالب العلم رغم قدرتي على الكذب لكنه ترك التكسب وانقطع لطلب العلم فإنه يعان على طلبه للعلم حتى يتفرع وتنتفع به الأمة مستقبلا استثمار بشري في مثل هذا الطالب باعتباره مما يدخل في مصرف في سبيل الله واشترط بعض أهل العلم أن يكون هذا الدارس متفوقا مجتهدا في دراسته أما إن كان متكاسلا فاتر الهمة فلا يعطى من الزكاة اللهم أهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين